الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد أكدنا وسنظل نؤكد ولا نزال نؤكد أن حماية الأوطان من صميم مقاصد الأليان وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدتنا وأكدنا أن الوطن في صميم الكليات الست والمقاصد العامة التي ينبغي الحفاظ عليها وأن العدو إذا دخل بلدا من بلادنا واجب علينا جميعا أو وجب على أهل البلد جميعا أن يهبوا للدفاع عن وطنهم ولو فنوا في ذلك جميعا يؤكد الفقهاء أن الدفاع عن الوطن إما أن يكون فرد عين وإما أن يكون فرد كفاية فإذا دخل العدو بلدا من بلاد المسلمين كأن الدفاع عن البلد فرد عين على أهله جميعا كبيرهم وصغيرهم رجالهم ونسائهم حتى يحموا وطنهم يقول أهل العلم ولو فنوا جميعا ولم يقل أحد على مضاعي التاريخ الإنساني أو الإسلامي أن يفروا من وطنهم أو أن يتركوا الوطن لعدوهم نجاة بأنفسهم أو نجاة بدينهم ثم إن حماية الأوطان أمر غريزي وأمر فطري وأمر يتصل بالعزة والكرامة ولزرأين العرب في جاهلياتهم قبل الإسلام يعتزون بكرامتهم وبالدفاع عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم هذه إمرأة أعربية نعي إليها أبناؤها السبعة في يوم واحد في معركة واحدة فكان كل ما يعنيها وما سألت عنه أقتلوا مقبلين والقنا في نحورهم أم قتلوا مدبرين والقنا في ظهورهم فقيل لها بل قتلوا مقبلين والقنا في نحورهم فقالت الحمد لله أنهم كانوا رجالا قتلوا مقبلين غير مدبرين ثم أنشأت تقول أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم ولم يبتغوا من خشية الموت سلمة ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ولكن رأوا صبعا على الموت أقامة ولكن رأوا صبعا على الموت أقامة وعندما أحس أحد الأبطال بلحظة تعدد من نفسه أنشأ يقول أقول لها أي لنفسه أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن طاعي فإنك لو سألت بقاء يوم زيادة يوم فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولذا كان أحد الأبطال يقول في أي يومية من الموت أفر أيوم لم يكتب أم يوم كتب إن كان الأجل قد كتب أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بوج مشيدة وإن كان لم يكتب فلو اجتمع الناس جميعا من كل حدب وصوب ليس لك إلا ما كتب لأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر وله ساعة ووقت وأجل فكان الشعر يقول لنفسه فإنك لو سألت بقاء يوم يوم واحد على الأجل الذي لك لن تطاع فصبعا في مجال الموت صبعة فما نيل الخلود بمستطاع سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاعي بل إن الأبطال القوامة على مدار التاريخ يرون أن الموت بعز خير من الحياة بزل وأن الموت بشرف شامخا قويا في الدفاع عن دينك ووطنك وعردها وكرامتك خير من الدنيا وما فيها لهذا كان الشعر يقول فإما حياة تصر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى وكان الآخر يقول ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق يصر أو عدو يحزنه وإذا كان من يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد فإن من يدافع عن أرضه وعن وطنه وعن المال العام وعن الأرض العام أعلى نفسا وأعظم معوئة وأنبل شهادة فالشهادة في سبيل الوطن من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله إضافة إلى ما يتمتع بها به إضافة إلى ما يكون لصاحبها من المكانة عند الله نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته